موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان عاوز أتكلم اليوم عن موضوع كتير كتير مهم ولسيما الأحداث اللي عم نشوفها حوالينا والظروف اللي بتدعو كتير من الناس أن تصل لوضع نفسي صعب جدا وفي ناس كتير فقدت الرجاء وفي ناس عم يعني بتتساءل هل الله شايف هل الله عارف هل الله صامت أم يتواصل أم يتفاعل مع احتياجاتنا أو معنا موضوع الحلقة اليوم يوجد رجاء ونعاوز أشجع كل مشاهد وكل مشاهدة أنه فعلا يوجد رجاء وهذا الرجاء إلك أنت شخصيا إلك أنت أيضا فبصلي خلال هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك فيها بنيان ومنفعة روحية وبصلي اليوم تكون خطوة جديدة بداية جديدة في حياتك أعزائي ابقوا معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا المشاهدين برحب فيكم مرة تانية أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية يصرنا أن أستضيف شخص غالي وعزيز ورجل الله فعلا يعني صيطه سابقه القص فريدي صالح القصير فريدي هو راعي كنيسة نحن نعرفها تشابل بليس هو راعي الكنيسة الإنجلية العربية بتورونتو أهلا وسهلا أسيس أهلا بك أسيس نزار سعيد أنا كثير فرحان مثل ما ذكرت أنه من زمان عن بسمة عن أخبارك وعن خدمتك ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر موضوع اليوم يوجد رجاء صدى الكلمة كبير جدا ولسيما في الظروف وفي الأحوال وممكن أي شخص يقول أين هو الرجاء شو ممكن في البداية اتوضح في هذا الموضوع صحيح صدى الكلمة مش بس مختلف لكن هو ممكن يكون غريب في الأيام يعني لما تقول في وسط كل الأخبار المزعجة والكآبة اللي بتحيط بينا من كل جانب لما تيجي تقول يوجد رجاء الحقيقة ممكن حتى تتسمع بمنظور أنه اللي بيقول كده كأنه مغيب كأنه مش فاهم يعني أو مدعي يعني يا إما مغيب يا إما مدعي أنه تيجي في وسط الضلمة دي وتقول فيه رجاء فيه نور في آخر التانيل أو في آخر النفق هو فعلا حاجة مختلفة بس إحنا جايين عشان نقول إنه ده اللي إحنا مش بس بنتعشم فيه لكن ده يقين إنه لينا نور في وسط كل الضلمة اللي حوالينا وده اللي أتمنى بنعمة الرب نقدر نشجع بيه إخواتنا إنه يوجد رجاء لو حبينا نعمل تشخيص للواقع اللي منمر في هذه الأيام وعلى الكلمة اللي منستخدمها يوجد رجاء على إيه بنيت هذا الكلام لو هشخص الواقع الحقيقة وأنا مش عايز أبقى كإني محبط يعني مش أكيد أنا جاي عشان أقول يوجد رجاء أكيد فبالتأكيد مش جاي عشان أحبط اللي بيسمعني لكن الحقيقة الواقع لما تبص عليه أفضل تصنيف أو أفضل عنوان أقدر أشوفه للواقع ده موجود في صفر يوئيل صح واحد فيه كده ستيتمنت فيه جملة في صفر يوئيل صح واحد صعبة قوي مؤلمة جدا لكن أقدر أشوف فيها تشخيص صحيح جدا للواقع اللي احنا فيه بس للإخوة المشاهدين يوئيل النبي وطبعا في العهد القديم ده اللي بيتكلم عنه القسيس فريدي صحيح أشكرك في صفر يوئيل نبوة يوئيل وقبل ما أقول دي أقول أنه يوئيل واحد من الأنبياء الصغار اللي هما بيقدموا نبوات قصيرة وصغار مش بمعنى أنهم صغار في القيمة لكن الكتابات أصغر من الأنبياء الكبار فواحد منهم يوئيل ويوئيل كتب زمان قوي يمكن حوالي سبعمية وتمانين قبل الميلاد أو حاجة زي كده وده كان قبل السبيين قبل السبي البابيلي والسبي الأشوري وكتب رسالة فيها تشخيص للواقع اللي هو كان فيه لكن بيختمها بالرجاء وعشان كده يمكن يكون مناسب أنه إحنا بنبص على الواقع دلوقتي وعندنا رجاء يمكن يكون مناسب أنه نبص على نبوة يوئيل العبارة اللي بقول أنه هي بتشخص الواقع موجودة في يوئيل واحد اتناشر قد يبست البهجة من بني البشر قد يبست البهجة من بني البشر الحقيقة التعبير صعب ويمكن يكون يعني يخض كده شوية يعني عارف يابي سديك كأنه صمرة فضلت تتبل 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 لغاية ما نشفت أو شجرة فضلت تتبل لغاية ما نشفت وده تعبير لما يوئيل بيحكي بيحكي عن واقع كان موجودة وقتها ساعة ما كتب كان فيه ضربة جراد كان فيه كارثة كان فيه كارثة كبيرة مرت بيها الأرض في الوقت ده الجراد هجم ويقول تعبيرات فيها يعني توصف قد إيه الخراب طال الكل الخراب اللي كان وقتها طال الكل وانا هقوله وشوف حضرتك والمستمع الحبيب يسمع ويقارن ما بين ده وما بين الواقع اللي احنا عايشين فيه ويشوف يا ترى فيه شبه ولا ما فيش بص الخراب طال مين يقول يقول مثلا في عدد خمسة اصحوا أيها السكارة وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع على أفواهكم المقصود بالسكارة وشارب الخمر ده تعبير في العهد الأديم بتكلم عن الناس المتنعمين المرفهين اللي هو الناس الأغنية والمرتحين والظروف في حياتهم أفضل شوية أيها انقطع العصير يبقى دولا اتضرروا من الخراب يبقى ده ده القسم الأول المتنعمين القسم التاني نلاقي في عدد عشرة تلف الحقل ناحية الأرض لأنه قد تلف القمح جف المصمار ذابل الزيت خجل الفلاحون القطاع ده بقى مش المتنعمين دولا القطاع الناس البسطاء العديم اللي هم عايزين الأمح دولا مش عايزين الخمر لا دولا يتدوب طلبين الأمح والزيت دولا برضو مش لقيين فيبقى الأغنية اتأثروا البسطاء اتأثروا طب والخدمة وعمل ربنا والعبادة يقول في عدد تسعة اصحاح واحد وعدد تسعة انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب ناحية الكهنة خدام الرب يبقى هنا نلاقي قطاع تاني اتضرر من الخراب ده اللي هو مين الخدمة العبادة فتحس انه الخراب وصل للكل تعالى بقى سيس نزار نبص على الواقع اللي احنا فيه دلوقت لما جت لما خصوصا السنتين اللي فاتوا دول فعلا يعني هل المترعمين او الاغنياء لم يعانوا لا يعانوا جدا من كل النوعيات من كل الخلفيات تفتكر يا سيسنا من كل الطواقف من كل الديانات تفتكر حضرتك لما كنا ندخل الجروسري او السوبر ماركت واللي معاه فلوس يلاقي الرفوف فاضية مع انه معاه فلوس مش يلاقي حاجة اشتريها يعني كنا بنقف يعني طوابير عشان كده فالاغنية عانوا وقدام المرض عجزوا ما عرفوش يعملوا حاجة عامة الشعب والناس البسيطة اللي زينا عانوا جدا يعني معاناة غير عادية طب الخدمة وعمل الرب عانى نشكر الرب يمكن التكنولوجي والانترنت ساعدنا في حاجات لكن احنا انا كأسيس كنيسة احنا قفلنا الكنيسة بامر القانون ايوه وحصل يعني كده نوع من التأثير السيء على على جميع المستوى عشان كده ممكن نشوف الآية دي وكأنها بتعبر عن واقع دلوقتي يبست البهجة من البني البشر انا ساعات كتير كنت لما بفتح الفيسبوك يا سيس نزار اشعر كأني بفتح صفحة الوفيات واو كل يوم صح وجع كل يوم ناس بترحل كل يوم اخبار مرض وكآبة انا انا عمل قراءة كده معاصرة للآية في آية هنا بيقولها بيقول ايه في عدد اربعة بيحكي عن الكارسة دي فضلة القمس اكلها الزحاف وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الطيار هنا بيحكي عن الجراد وانواع اه الدولة كنا بندرس زمان في العلوم يقول اطوار حياة في يعني الجراد من اول ما يبتدي من اول مرحلة لغاية ما يبقى بيعرف يطير ده بيعدي باطوار او مراحل المرحلة الاولى كانوا بيسموها القمس دي لسه يعني يدوبها وبعد كده يسميها الزحاف لما يكبر شوية وبعد كده الغوغاء وبعد كده الطيار فهي مراحل او اطوار حياة الجرادة ايه اللي حصل بقى بيقول بيقول المرحلة الاولى وهو لسه يدوب ما طلعش حتى اللي هو القمس كل شوية ايوه من المحصول صح لما كبروا وصلنا لمرحلة الزحاف كل من الباقي وبعد كده جه الغوغاء اكل من الباقي وجه في الاخر الطيار خلص على الكل اكل اخدروا لي اه لو هعمل قراءة ليها دي السيد نزار اقول انه في ظل اللي احنا بنشوفه دلوقتي اقول انه ما بقي من الكورونا اكلته امراض اخرى كثيرة نعم كانسر عضم اوجاع وقلم انواع امراض غير عادية جسدية فنقول فضلة الكورونا اكلته الامراض الجسدية الاخرى وما بقي من الامراض الجسدية الاخرى اكلته الامراض النفسية صح فضلة الامراض الجسدية اكلته الامراض النفسية وآخر حاجة فضت الأمراض النفسية تأكله الحروب الآن نحن شايفين اللي بيحصل في أوكرانيا فعلا العالم على وشك الانهيار فتشعر كده وكأنه يعني مسلسل من الوجع والألم يحيط بالعالم دي يمكن التعبيق أو التشخيص اللي ممكن نشوفه حوالينا ونشعر كده أن القلب تقيل وأنه القانين شديد جدا حوالينا يعني اللي فهمه كمان منك أسيس أنه مش بس العالم أنه هاي موجة على الكل حتى المؤمنين عم بإنه وبيتوجعوا من اللي عم بيصير الأحداث اللي عم بيصير حوالينا صحيح رمية تمانية بيقولها كده بالضبط نحن نعلم أن كل الخليقة تقن وتتمخض معا ولما نسمع الجزء ده نقول طب دي الخليقة أولاد ربنا ما لهمش دعوا بالحكاية دي لكن يكمل على طول بعدها ويقول ليس هكذا فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا نقن في أنفسنا متوقعين التبني الحقيقة إحنا كمان بنقن مع الخليقة إحنا كمان جزء من هذه الخليقة المتألمة وبنتوجع لكن في فرق بقى اللي هو هنكمل نتكلم عنه اللي هو الرجاء إحنا لنا رجاء في وسط هذا الأنين اللي بيعاني منه الخليقة كلها السيس يعني الصورة طبعا في يوئيل الصحاح الأول في كارثة في مصيبة في يعني جراد عم بياكل إخضر واليابس بيتكلم أنه بيكون إخضر بعدين بيتحول وراء كل شيء كأنه حريق يابس إلى آخره وعم نشوف كل هاي الصور اللي أنت بتتكلم عنها فالسؤال أين دور الله وين الله من كل هالموضوع هذا طبعا وأشكرك يعني ده سؤال صحيح وموضعه جدا طيب يعني أنا شايف كل حاجة حوالي بتبوز تخرب والجراد أين كان حاليا بياكل كل أين كان تطبيق ودلوقتي بياكل كل حاجة أين الله وده سؤال يعني جيد أن يطرح ومش غلط أن يطرح أقول أفكار بسيطة يعني طبعا ده موضوع ممكن نتكلم فيه كتير قوي لكن أقول أفكار بسيطة وهذا ما يعطيني الرجاء يا أسيس أنه لما أقول أنه في وسط هذا الخراب الله يرى ويعلم بكل ما يحدث هقول تاني الله يرى ويعلم بكل ما يحدث ودي فكرة مهمة أوي وأنا على المستوى الشخصي دي من أكتر الحاجات اللي تديني رجاء وترفع راسي في وقت الخراب إن الله ليس مفصولا عن ألام البشرين بص هنا في فكرة مهمة أوي موجودة هنا وسط السطور في أول الأصحاح في يوئيل واحد يقول كده قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فثوئيل مين اللي بيحكي بقى عن اللي حصل يعني إحنا اللي بيحكي المأساة دي اللي بيحكي عن الخراب اللي حصل يا ترى يوئيل بيشتكي للرب وبيقول له يا رب ده حصل كذا وكذا وكذا عشان يدي علم للرب عن اللي بيحصل لا ده مش يوئيل اللي بيقول اللي بيحكي القصة هنا مين الله نفسه ودي حاجة مهمة أوي إن الله يعلم بالموضوع عيناء الله كانت تراقبان القمص وبعده الزحاف وبعده الغواء وبعده الطيار وعينه شايفة كل تفصيلة وعيناء الله كانت تراقب انقطاع العصير من فم الأغنياء وانقطاع القمح من فم الفقراء وانقطاع السكيب والتقدمة في بيت الرب طيب يعني السؤال شرعي ومنطقي طيب إذا الله براقب طيب يعني ما تعمل طبعا ده سؤال صحيح حقك تسأله بس وهجوبه طبعا لكن بس قبل ما أقول ده وقبل ما نوصل لديه برضو يهمني إنه نبقى كمؤمنين كشعب الرب أو أي حد بيسمعنا خليك عارف الفكرة دي إن الله لا يتطلع من بعيد على الألم أو ليس مفصولا عن الألم في صفر صفانيا صح واحد يقول كده إنه سيفتش بمصباح عن الذين يقولون وبص التعبير ده الله لا يحسن ولا يسيد وكأن القصة دي أهانة الله جدا فبيقول هفتش عنهم بالمصباح اللي بيقولوا إن الله لا يحسن ولا يسيد عارف يعني الله لا يحسن ولا يسيد يعني لا بفيد ولا بدور فالمعنى الفكرة دي إبليس عايز يزرحها دلوقت في الزمن الكآبة والحزن الله مفصول على فكرة ده لو سمح للإنسان إنه يفكر إنه في إله أساسا فيا إما يلعب في فكرة إنه لا طالما الفوضى دي موجود أو الشر موجود يبقى هو مش موجود أو لو هو بقى يعني مش قادر يمشي يمرر الفكرة دي لزهن الإنسان يمرر له فكرة تانية هو لا يحسن ولا يسيد أو في أيوب يعني كما قالوا الله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر يعني أخذوها face to face بتحدي آه بتحدي خلاص إحنا مش عاوزينك فعشان كده برجع وأقول فكرة إنه أين الله؟ الله يفهم ويدرك ويتعاطف مع ألمنا الله جايل يقيل ويقوله يا يقيل القصة كذا كذا وأنا شايفها بتفاصيلها وأنا عارف كل اللي فيها أنا مش محتاج إنه حد حتى يعني يحنن قلبي عارف أوقات وأنا بصلي أسيس نزار أقول له يا رب حن علينا بس دايما وأنا بقولها وأنا بقولها كتير يعني في حساس الانكسار أمام الله أقول له رب حن علينا بس على طول قلبي يعني يضربني كده وأكمل وأقول له الحقيقة أنا مش محتاج حنن قلبك علينا أنت متحنن الرب حنان الرب حنان ورقوف فعشان كده كسؤال الأولاني هاجل التاني دلوقتي يا فكرة إنه أين الله الله متحد بألم خلقته الله حاسس بينا الله شايف كل وجع وألم بنمر بيه وحاسس بيه تسمح لي أقول حاجة تاني قبل الفكرة إنه كأنه الله صامت يعني هاي إنه الله عارف بس صامت تمام هاجل حكاية تدي بس عايز أقول قبل ماجل دي بص الإنسان في أو الفكرة اللي بيحاول يمررها إبليس للإنسان يا إما يعني لو ابتدى من بعيد أو يقول إيه الله مش موجود لو قرب شوية يقول بعيد عارف لما 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 الإنسان يشعر إنه حتى موجود بس هو مش قريب مقدرش يسمع يجي قرب شوية يقول هو نفسه يعمل حاجة بس مش قادر بتعمل حاجة آه فهو بعيد أو هو سوري هو مش موجود أو بعيد أو مش قادر يعمل حاجة أو غير مبالي أوكي مش قادر يعمل حاجة فكر أرماية يقوله لماذا تكون كجبار قد تحير وكأنك أنت بس في حجم أي داك أنت مش قادر تعمل حاجة أو إنه غير مبالي هو مش مهتم بالموضوع رجاءنا المسيحي بيقول إيه بيقول وده اللي هكمل عليه للسؤال الثاني اللي حضرتك قلت وطمان بيعمل إيه آه الله بالنسبة للمسيحي اللي عنده رجاء الله موجود قريب قادر مبالي بس فيك كلمة أنا بحبها وبقولها كتير قوي ومزمع أن يصنع ما شئده مزمع أن يصنع ما شئده وده اللي حاصل هنا وده اللي هنكمل فيه قد يرى في حكمته أن ينتظر لكن هو مزمع أن يفعل ما شئده ودي حاجة عايزة أقولها لكل إخواتي المتقلمين اللي شعرين كده أنه مش عارفين يلحقوا على الأخبار المزعجة وعلى الضغوط اللي بتواجههم يمكن دلوقتي يبدو محتجب أو صامت بس هو مزمع أن يصنع شيئا لو قربت من التلاميذ الساعة خمسة الصبح حضرتك عارف وبتعلمنا عن حياة الرب يسوع الهزيع الرابع ده اللي هو من ثلاثة لستة هو ظهر لهم في الهزيع الرابع في الآخر كده لو تصورت لو تصورت أنه الساعة خمسة الفجر بعد ليلة من أصعب الليالي عليهم وقلت لهم لو اقتربت من السفينة وقلت لهم يسوع مزمع أن يصنع شيئا يمكن يشعروا بأنه ده كلام ما ماعملش أي صدى جواه بس هو جي بعد كده ولو اقتربت من مرثى ومريم في اليوم الرابع وقلت لهم يسوع مزمع أن يفعل شيئا ويقيم العازر هيبكة كلام ده صعب عليهم لكن الحقيقة أنه موجود وقادر وقريب ويهتم ومزمع أن يصنع ما شئته وهذا بيقودني لك كمان سؤال قصيس يعني طيب يعني الله بيتكلم بشكل شخصي كتينتي كرمتي بعدين في البداية لفت انتباهنا أنه الله اللي بنبه يقيل قول قول الرب طب إيه الفرق يعني في تعاملات الله بين العالم العالم اللي عايشين فيه وأولاده اللي بيتكلمهم جزء أو يعني تعبيرات جميلة استخدمها الله هنا في الجزء ده واسمح لي أقرأ الجزء ده وفي يقيل واحد وصحح ستة والله بيحكي احنا قلنا الله هو اللي بيحكي القصة فهو عارف تفاصيلها بس يقول إيه يقول في عدد ستة إذ قد صعدت على مش على الأرض على أرضي على أرضي إذ قد صعدت على أرضي أمة قوية بالعدد أسنانها أسنان الأسد هو هنا بتكلم على الجرات وأي تطبيق ما أنت تقدر تحط أي شيء ضغوط بتيجي علينا تكون بنفس الفكرة ولها أدراس اللبوة جعلت كرمتي أخذ بال حضرتك في الأول يقول عنها أرضي وبعد كده يقول كرمتي جعلت كرمتي خاربة وتينتي متهشمة يبقى هي أرضي هي كرمتي هي تينتي قد قشرتها وطرحتها فبيضت قطبانها الجزء ده بيورينا فكرة مهمة أو يا أستيس نزار أنه الله مسؤول عن كل خلقته طبعا بالخلق الله هو رب الخليقة ورعيها وهو المسؤول عنها بحسب الخلق لكن هناك مسؤولية خاصة تربط الله بشعبه ودي مش احنا حطناها عليه يعني أنا ما جيتش حطيت مسؤوليتي على الرب وقلت له رب احمل مسؤوليتي لكن الله هو اللي حمل نفسه هذه المسؤولية ودي فكرة برضو تديني رجاء وهو فكرة أنه الله وضع على عنقه مسؤولية الاهتمام بشعبه أولاده وكنسته وليه بقى الحكاية دي طب هو ليه يعني ليه الله رابط نفسه قوي كده على فكرة هو رابط نفسه بينا وإحنا ما نشرفش قوي يعني احنا مش اللي هو يعني رفعين راسه طول الوقت احنا بنغزل وقت كتير احنا احنا ما نحتمى بالمسيح هو 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 مشمول بهذا العهد له عهد مع الله طبعا في العهد القديم الله بيتكلم عن أرضي وكرمتي وتينتي بيتكلم عن الشعب القديم عن شعب الرب لكن الآن لما نيجي ناخد ده وانطبقه دلوقت في ضوء العهد الكديد الله مسئول مسئولية خاصة جدا عن حك أمرين عن المؤمن لأنه دفع في دم المسيح واختبأ في دم المسيح في العهد مع المسيح والأمر التاني اللي مشمول بالمسئولية دي الكنيسة جسد المسيح الله يبزي العناية خاصة إذا جاز التعبير يعطي عناية خاصة للمؤمن والكنيسة يعطي العناية دي للمؤمن لأن المؤمن بالنسبة لله هو صورة الله المستردة بعد ما تشوهت المستردة من خلال عمل المسيح على الصليم لأنه البداية كانت نصنع الإنسان على صورتنا وكشبهنا بوزت الصورة بوزها الإنسان بتمرده باستماعه لإبليس في عمل المسيح اللي بيقبل المسيح كمخلص شخصي اللي بيحتمي بدم المسيح بيتسترد الصورة دي تاني فالله لما ينظر للمؤمن يشوف صورة ابنه وده 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 رجائي إن الله لما بيبص علي بيشوف يسوع ولو بيشوفنا أنا بس أنا في مشكلة أروح فين لو كل مرة الله بص علي أنا فين الكردد فين فين القبول اللي لي اللي ممكن يكون وده ما الله ولما موت أو لما ييجي الرب يسوع لما أقف قدامه في الدينونة لو بص علي أنا هروح فين لكن المسيح من خلال المسيح هو 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 شايف يسوع فعشان كده يشعر بالمسؤولية جاه ويمشي معايا سكتي وقلمي بشكل مختلف ده على مستوى المؤمن طب وعلى مستوى الكنيسة الكنيسة هي مشروع الله العظيم اللي مش هيقبل أبدا أنه يفشل لأنه تدفع فيها دم يسوع فعشان كده يعني من حقي ومن حقك ومن حق كل مؤمن أنه يرفع راسه بس عشان فكرة أنه الله مسؤول عني أنا في المسيح يعني موضع وموضوع اهتمام وغلاوة خاصة جدا الله يهتم بأولاده بشكل خاص جدا طبعا في تميز للمؤمن مش لأنه احنا حلوين ولا فينا أي شيء يعني حسن بالعكس كل الفضل للرب يسوع لكن وصفنا أنه إحنا جنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة فميزنا ولكن بنفس الوقت أنه الله له السيادة والسلطان الكامل على كل شيء فهو يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر ويعطينا الهواء وينمي الغلات ويبارك يعني برضو فيه بركة في هذا العالم من خلال جسد المسيح اللي هو كنيسته والآن الصورة اللي يعني برجع على الصورة اللي أنت ابتديت فيها وبحب أنه يعني نرجع لها بقول لأنه قد تلف حصيد الحقل في آية 12 الجفنة يبست والتينة ذابلت الرمانة والنخلة والتفاح كل أشجار الحقل يبست بعدين اللي اللي أنت ابتديت فيها إذ قد يبست البهجة من بني البشر في هاي المرحلة إيش الصورة وإيش الرسالة اللي عاوز توصلها قبل ما أكيد لازم نفوت على الرجاء وعلى يعني التعويض أنا عايز أقول ببساطة إنه نعم نعيش في واقع آه الأنين فيه صوته عالي الواجع يحيط بنا من كل جانب وبرضو مش عايز أكون محبط لكن آه ممكن ده يكمل شوية أحنا مش عارفين هيكون شكله إيه ولو هيكون رجاءنا مرتبط بإنه هذا الواقع بالذات يتحسن بشكل معين عشان نفرح فرحنا هيتأخر وهيبقى مش ثابت يعني أنا لو ربطت سلامي وفرحي بأشياء معينة هيبقى هذا السلام متزبزب بتزبزب كل هذه الأشياء عشان كده لو قبل ما أسيب الحكاية دي أحب أقول لا يوجد رجاء خارج يسوع المسيح يعني أقول التعليق ده على ننهي بيه الفكرة دي الواقع ده يتحل بإيه العالم المكسور ده مين يعالجه يسوع المسيح عارف الواقع ده أسيس نظار محتاج فداء ريديمر أكيد يجي يفديه لأنه سقط جدا العالم سقط جدا محتاج فادي يسوع المسيح فقط هو من يستطيع أن يفدي هذا العالم أن يغيره أنا دائما أسأل هو إيه اللي لو عمنا دلوقتي يصلح الأمور يعني مثلا لو بنينا مستشفيات أكتر هل لو بنينا شوية مستشفيات أكتر وحسننا الميديكال سيستم أو النظام الصحي ده هيحسن الأمور مش بتأكد لو زودنا عدد المشيرين كونسلورز والسايكايترست الأطباء النفسيين هل ده هيجيب الفرح لقلب الإنسان مش بتأكد هل لو عملنا العالم الذي يبسد فيه البهجة يحتاج ليسوع المسيح فادي ومخلص نعم حاجة العالم القصوى مش لرجال إصلاح ولا حتى دين ولا فلسفة ولا علم وحاول الإنسان ولكن عم نشوف حوالينا أن كل هذه المحاولات عم تبوء إلى الفشل الحاجة القصوى لهذا العالم هو إلى يسوع ومع يسوع في كل البركات أعزاء المشاهدين ابقوا معنا رح نواصل حديثنا مع القصة فريدي صالح ولكن في نفس الوقت الأرقام موجودة فيسبوك فيك تتواصل إذا عندك أي تساؤل أو أي فكر من حب نسمع منك ابقوا معي بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر يوجد رجاء أحباء من واصل حديثنا مع القصة فريدي صالح بعنوان بموضوع الحلقة يوجد رجاء شفنا في البداية قصيس صورة يمكن مظلمة حالكة شفنا أنواع الجراد من بدايته للطيار أكل الإخضر واليابس ويعني في مواضع تاني بيتكلم عن مظلم يعني كأنه كل شيء أظلم بسبب كثرة الجراد والكارث العزمة وبعدين رحنا أنه يبست البهجة يعني وصلت ضربة الكل الأغنياء الفقراء الفلاحين وحتى خدام الرب أكلوها يعني ما فيش حدا استثني محد سلم محد سلم من الجراد لكن في حبقوق في صورة كمان مظلمة حبقوق عم بيتنبو عم بيسأل هون حبقوق اللي بيسأل الرب يعني طب أوكي احنا بيتكلم عن المؤمنين عن شعب الله طب احنا يعني أخطأنا وأزنمنا بس طبعا احنا شوي أسهل من هاي الأم المرة القاسية طبعا بيقصد الكلدانيين وبيتكلم عن خراب عن ضمار عن قضاء إلهي طبعا بيتكلم عن دخول بابل بسبب الخطية وأنه بتاعدوا عن الله ولكن الصورة في حبقوق ثلاثة بيستسلم وعم بيقول وهنا عاوز تعليقك فمع أنه يعني هو مش بقول يبست كده مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المذاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصة إيه الفرق هو ده بالزبط أولا أنا بعتذر بس عن في الجزء الأول إذا لحباء المستمعين والمشاهدين حسوا أن أنا يعني ضل امتها شوية لا 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 لكن إحنا شايفين الصورة يعني 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 العكس كده وده على فكرة الضلمة اللي تبين قيمة النور والنور يبان قوي قيمته وحلوته لما ييجي وسط الضلمة يشرق وسط الضلمة أشكرك عشان الشاهد اللي حضرتك قلته ده والحقيقة صورة قريبة بيرسمها حباقوق أنه برضو خراب التين مش بيظهر حمل ما فيش في الكروم الزيتونة كذبت بمعنى ما بتطلعش يعني ثمر بس وصل نفس الفكرة اللي احنا ختمنا بيها الحتة اللي فات الجزء اللي فات لما قلنا إنه إيه اللي ممكن لو حصل يجيب البهجة ولا حاجة عشان كده حباقوق لما وصل للحالة دي قال أفرح بمين بالرب بالرب عشان كده بنقول وبنعلن هذا وده اختبارنا ويقرنا من خلال كلمة الله من خلال اختبارنا الشخصي كل من يعتمد على أساس آخر لسلامه والفرح قلبه هو يتبع سراب وسيبقى دائما تحت رحمة الظروف هنا ما كانتش لسه تينة جابت ولا الكروم أسهرت ولا أحد لكن في وسط الحالة دي قال أفرح بالرب أبتهج بإله خلاص يبقى الله وحده وحب أقولها بطريقة تانية يبقى يسوع وحده لأنه في يسوع هو الله الظهر في الجسد وهذا ما رأينا فيه ملء اللهوت في يسوع عشان كده ده اللي قلنا الوقت اللي فات هو الحل ليه لأنه ده السابت وأقدر أفرح به ومعاه بالمناسبة معنى كلمة يؤيل لو احنا يؤيل يعني الرب هو الله الرب هو الله والكلمة ده التعبير ده بالنسبة لليهودي يربطوا على طول لما يتقلوا يؤيل أو الرب هو الله يربطوا بإله العهد والأمانة وده يعطي سلام جبتها منين دي عايزة أرى لحضرتك آية بس في تسنية صح 7 يقول كده فاعلم صح 7 تسنية 7 وعدد 9 فاعلم أن الرب إلهك هو الله هو ده التعبير بتاع الرب هو الله اعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه فالتعبير بتاعي وقيل ده الرب هو الله بالنسبة لليهودي أول ما يتقال يتذكره تذكره على طول بإله العهد والأمانة حافظ الإحسان وده اللي يفرح ده اللي ديني رجاء إني ويرجعنا الفكر مسؤولية الله تجاه ولاده وشعبه إنه في عهد وإذا كان الشعب القديم فرحان بالعهد اللي ليه اللي للرب مع إبراهيم وموسى إحنا عندنا عهد أقوى إحنا عندنا عهد صنع بالدم أكيد دم يسوع المسيح وهذا طبعا بحسب الفكر اللي يسمى رأس العهد يعني الله يعني ربط نفسه في علاقة في عهد مع شعبه من خلال رأس العهد اللي هو يسوع المسيح فهذا العهد إما أن نقبل أو نرفض لكن الشيء اللفت انتباهي أنت ركزت على مسؤولية الله تجاه أولاد وأنه مرتبط معهم بالعهد وأنه متحد معهم حتى بالألام ولكن في حبقوق نشوف أنه برضو في حرية أنه رغم كل الصورة الصعبة بس أنه حبقوق قرر صمم مع كل هاي الصورة أنا عاوز أفرح عاوز أبتهج بالرب لأنه هو المسيطر وهو اللي ماسك زمام كل الأمور أنا بشكرك جدا على الفكرة دي يا سيس نزار لأنه عارف لما يقول أنه رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى التعبير ده غريب قوي في حد يكره يتعزى ساعات بنكون كده وده ده اللي حضرتك قلت عنه مسئولية حبقوق في أنه مسك في الرب واستقبل تعزيات الله ففرح به ساعات بنقبأ أن نتعزى يعني عارف ساعات نغوص قوي في الحفرة ننزل قوي في المشكلة ننزل قوي في الألم نتضغط بزيادة وكأننا بنقفل المسام الروحية بتاعتنا عن استقبال تعزيات الله أنا محتاج في الأوقات الزي دي ودي دعوة لشعب الرب ولكل حد حاسس بعدم سلام دوري هو حبقوق قبل ما يوصل للهتة دي قال إيه على مرصادي أقف طلع فوق كده كأنه شاب وفوق الحفرة يعني أنا بشبهها كده هو كان في الحفرة رح طالع فوق كده ووقف على مرصده ونظر إلى فوق وانتظر الرب فده ده الوقت اللي ننفع فيه نستقبل تعزيات الله لنا أكيد أنا عارف الجواب لأنه أي يعني أي رجاء أو أي يعني تعويد أو أي بركة لازم بيسبقها إيش توبي طبعا من فضلك كلمنا عن الموضوع طيب أنا برضو هسيب يوئيل يقول لنا يعني هو في يوئيل يوئيل فعلا لأنه يوئيل لما بعد ما رسم الصورة دي في صاحه الأول من واحد لاثناشر رح ابتدى يوجه الحديث بعد كده من عدد تلتاشر بيقول تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة ولولو يا خدام المزبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي في صاحه 2 وعدد 12 يقول كده ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم وبالصوم والبكاء والنوح مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر لو هقول الخلاصة بتاعت الفكرة بتاعت رسالة يوئيل هو بدأ بتشخيص مر أو بتشخيص الواقع المر وابنتهى برجاء عظيم وتعويضات هنجيلها دلوقتي لكن فيه كبري كده بيربط ما بين الحاجتين صح عشان كده أقولها بتعبير أقول لا رجاء بدون توبة بدون توبة الله ما عندوش استعداد يتصالح مع الخطيئة ومش هنقدر نجبره يبارك وإحنا مصرين على الخطيئة ودي فكرة الإنسان مش عايز يفهمها مش عايز يقبلها وبيحاول طول الوقت يهرب منها ويحاول طول الوقت يا رب باركنا يا رب انهي اللي بيحصل ده يا رب اتدخل لكن بنفضل نعمل كده وإحنا مش واخدين بالنا إنه في يعني أقول ايه في خراريج وجروح وصديد وخطيئة وشر في الحياة الزمن ده زمن توبة لازم يكون فيه توبة عايزين عايزين تعويض عايزين بركة عايزين فرح لازم يكون فيه توبة مش هينفع الله مش هينفع نجبره إنه سيبنا في خطيطنا زي ما احنا بس باركنا والكتاب واضح في موضوع التوب التوب لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب صحيح وستبقى أو سيبقى هذا القانون ثابتاً ثابتاً ولن يتغير له لأجل قداسة الله المشكلة إحنا مش قادرين نتخيل قدي إحنا بنتعامل مع إله قدوس صحيح يعني أنا أنا بتكلم حتى عننا كمؤمنين وكخدام أوقات كتير يعني بتقل أو بتبهت فكرة قداسة الله قدامهن هنا الله قدوس لدرجة أنه عيناه أطهره من أن تنظره إلى الجور يعني مجرد النظر إلى الخطيئة بيؤذي الله فعشان كده مش هينفع الله يتجاوز عن هذا الأمر مش هينفع وهنفضل طول الوقت في دوامة وفي ألم وواجع والبشرية فيها ألم وواجع كثير لأجل الخطايا التي لم يتوب عنها الإنسان أو لم يتوب عنها الإنسان طيب لو قلنا أنه الأشرار والبعادين عن الله وخلينا نستغل الفرصة التي نقول أنه كل شخص ليس له علاقة مع الله ويعيش في خطاياه ويصر عليها ويريد بركة الله مع خطاياه لن ينجح لن ينجح عشان كده يعني خليني كده أهمس في أذن وقلب كل حد بيسمعني حاسس بعدم بركة حاسس بواجع كثير جدا جزء كبير من واجعك وعدم البركة هو الاحتفاظ بخطاياه غير معترف بها ولم تتوب عنها مش هينفع عشان كده بيقول لهم البسوا مسوح ولولوا ارجعوا طب ماذا ليبكي الكهنة آه لسه أقول كده طب ماذا عن المؤمنين ساعات احنا بنشعر انه ايه ما احنا توبنا زينا لما جيت سلمت حياة المسيح وقلت له اقباني ارحمني انا الخاطي وطبت فخلاص اتصور انه احنا كمؤمنين في احتياج كبير لفكرة التوبة المستمرة امام الله حياة التوبة وعشان يعني نحصل على البركة والتعويض اللي هو هذا الجزء انا حاب نركز عليه لانه الوقت عم بيدهمنا يعني فيه امامنا شيء عشر دقائق يعني عاوز انه نحكي عن البركة وعن الرجاء قسيس برضو كمان مثل ما ذكرت موجود في كلمة الله وفي نفس السفر يعني عم يعني تشخيص لحالة اللي احنا فعلا منمر فيها بيحكي عن اوكي ما فيش بركة ما فيش رجاء الا لازم يكون فيه توبة لازم يكون فيه رجوع للرب لما من توبة ونرجع للرب شو اللي بيصير برضو بيقول لنا يوئيل في صاحة 2 وعدد 18 بعد ما قالهم توبة والبوس المسوح يجي في عدد 18 يقول ايه كنتيجة بقا فيغار الرب لأرضه ويرقه لشعبه حلو هالآي اوي جميلة اوي يعني وكأن يعني وكأنه بيقول ايه انا اول ملاقي ركب سجدة واو وقلوب بتقول لي يعني احنا تايبين قلب الله اللي هو اساسا متحنق بس ياريك بزياد عارف حضرتك لما ابنك كده او بنتك انت طول وقت بتحبها طول وقت وبتحبه طول وقت بس لما تلاقيه مكسور قدامك كده وحاسس بضعفه تلاقيه قلبك اللي اساسا رقيق تلاقيه اشتعل جواك من ناحية ولادك الله اللي بيحب شعبه ولاده لما يلاقيهم كده مكسورين قدام بنقول له اسفين على غزطنا ليك احنا غزناك كتير احنا جرحناك كتير احنا اهناك كتير احنا زي ما حضرتك كنت بتقول في الاول جينا في وقت قلنا لك ابعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصر احنا اسفين ومعتذرين يحصل يرق قلبه اولها يغار انا بحب كمان كلمتي غار وجاي في الانجلس جالس الله كعريس او الرب يسوع كعريس للكنيسة يغير عليها قوي محبته وليها شديد مكتوب عنه اله غيور يس فتلاقيه كده ايه يعني ما يتحملش فيها كده يمكن اوقات بيصبر عليها عشان يعلمها وعشان يشكلها وعشان ينقيها لكن اول ما تجيله ركعة وسجدة ومكسورة وتيبة المحبة تشتعل جدا في قلب فيرق يا غار الله يرق لشعبه ويعمل ايه بقى يكمل برضو تعبرات جميلة اول حيات جزء الجاي ده احنا ممكن ما نقولش ولا حاجة تاني بس نقراه ونشوف فيه كده كمية رجاء يعني اللي هو مش معقولة يعني يقول كده ويجيب الرب ويقول لشعبه هانذا مرسل لكم قمحا ومصطارا بركة هنا اكتر بركة ارضية لانها مرتبطة بالشعب الارضي والبركة الارضية لكن نقدر ناخد ده على المستويين على مستوى بركة تعويضية في الزمان هنا ربنا يباركنا بيها لما نتوب لكن كمان بركات روحية لانه بركة في المسيح يسوع بكل بركة روحية في السماويات فيقول كده مرسل لكم قمحا مصطارا وزيتا لتشبعوا منها هتشبعوا ياللي ياللي انقطعت الغذى والقمح من أفواهكم هتشبعوا ولا أجعلكم أيضا عارا بين الأمم اللي هو هرفع رأسكم هستركم والشمالي أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة طبعا ده تعبير يعني ليه مدلولات في تاريخ الشعب يعني سواء عن الجراد الحرفي أو عن السبي اللي هيجي الأشوري اللي هيجي بعد كده سنة 721 قبل الميلاد والبابيلي بعدها 606 عدد 21 يقول لا تخافي أياتها الأرض مش أنت مش أنت تبتي خد بالك أنا عايزة أرجع ده لأخبار الأيام الأول إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وكهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطياتهم وأغفر خطياتهم وأغفر أرضهم هنا هو بيقول أخبار أيام التاني سبعة سبعة أربعة تمام لا تخافي أياتها الأرض ابتهجي وافرحي خلاص شفاها لأن الرب يعظم عمله لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراع البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها التينة والكرمة تعطيان قوتهما اللي بيتكلم الله صديق المستمع أنا عايز أفكرك بالحكاية دي اللي بيتكلم الله ده مش شخص مش يقيل بيوعدنا ده الله بيتكلم هنا ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه الفكرة وهو بيقولهم المطر المبكر ده عايز يقول ده اللي فاتكم ده بتاع اللي هو بتاع الخريف اللي فاتكم هيك وأنا عايز أقول لإخواتي الكلام ده وأقول لنفسي الله يعرف يعوض عشر سنين في شهر ويدي بركة عشر سنين في سنة ساعات كتير أبصص على الساعة وأقول فات مني سنة فات مني عشرين سنة مرة واحد قال لي أنا اكتشفت فجأة أن أنا ستين سني ستين سنة ومعملتش حاجة لها معنا سنين قليلة مع بركة الرب تعوض عشرات السنين بعدها يوصل يقول فتم عدد اربعة وعشرين فتملأ البيادر حنطة وتفيض حيات المعاصر خمرا وزيتا وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الجراد بكل أنواعه اللي هو القمس والزحاف والرعاع والطيار كله ده أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد سنين الانكسار سنين الخطيئة سنين الفشل سنين الوحدة وعم بيكمل بقول الأسكب روحي على كل بشر يعني فيه يعني احنا شفنا الصورة القاتمة الجراد واللي بيشبهه يقيل في يوم من رب العظيم وبنفس الوقت شفنا أنه الله مسؤول عن شعبه ولكن فيه شروط اللي هي التوبة والرجوع للرب وشفنا البركات من البركات الزمنية الوطنية البركات الاجتماعية البركات الروحية وبرضو وعود لآخر الأيام يعني ليوم الرب العظيم فالله يعني احنا شايفين الصورة المؤقتة لكن مش الصورة الكاملة في قدامك أسيس يعني هيك شي ثلاث دقايق لو عاوز توصل تلم الموضوع وعاوز توصل الرسالة لكل مشاهد ايه عاوز تحكم الرسالة من خلال اللي تكلمت فيه أقول ببساطة يعني أيوة احنا بنعدي بوقت صعب أيوة الخليقة بتقن واحنا بنقن معاه ويبدو أو تبدو الصورة قاتمة جدا بس عايز أفكر نفسي وأفكر لحباء المشاهدين إنه لينا رجاء الرجاء ده مرتبط بحاجات كتيرة أولها إن الله يعلم ما نمر به ربنا حاسس بينا أنا عايز أقول لكل موجوع كل واحد في عوضة في مستشفى كل واحد في مشكلة الله حاسس بيك وشايف كل أزمة إمتى بدأت وإمتى هتخلص الله حاسس بيك حاجة التانية اللي عايز أقولها لك وأقولها لنفسي إن الله مسؤول عننا لو أنت في المسيح لك عهد مع الله والله باصص عليك شايف يسوع وهيفضل ماشي في رفقتك ومعاك لغاية ما تعد الوقت الصعب ده الله حاسس بيك والله شعر بالمسؤولية تجاهك لكن اللي مطلوب مني ومنك إنه نعيش حياة التوبة محتاجين كده والتوبة يعني حياة القداسة الرب يحفظني ويحفظك من التساهل مع الخطية ستبقى الخطية مانع كبير للبركة في حياتنا مش هيقدر لو قلنا أن الله ما بيقدرش الله بيقدر على كل حاجة بس لو قلنا أن الله مش بيقدر هقول الله لا يقدر أن يبارك الخطية ولا يقدر أن يتسامح مع الخطية أو يتصلح معها لأنها عكس طبيعته آخر حاجة عايز أقولها إنه سنة بركة يوم بركة حضور إلهي في حياتك يعود كل السنين اللي فات لو حسس الوقت فات ما فاتش never too late مش متأخر خالص في لحظة ما يستطيع الله أن يأمر ببركة تعود سنين أعودكم عن السنين التي أكلها الكرات السيس ربنا يباركك شكرا جزيلا على كل الكلمات أنا بصلي من كل قلبي أنه الله يعني يستثمر ويثمر في كل الكلام اللي ذكرته والرب يعطينا أن تكون نظرتنا مش نظرة شايفين بس الوضع المحيط بينا أكيد الله عوز يعطينا النظرة الروحية النظرة الأبدية يعني تشدد كأنه يرى ما لا يرى فالرب يعطينا هذه العيون الروحية شكرا جزيلا مرة تاني قسيس فريدي وربنا يبارك خدمتك حبائي يقول الكتاب المقدس اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أكيد يمكن إحنا وصل متل ما وصف الأسيس يعني شكينا في الرب حطينا الله خارج الصورة بعيد لا مبالي وصلنا لوضع أنه الله صامت وين الله لما عوزينه الرب شايف والرب عارف والرب هو فاحص الكلة والقلوب ودايما بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب والله هو إله التعويض والتعويض دايما أحبائي ضعفين أو أكثر يعني كل اللي خسرته كل اللي فقدته في كل هاي سنين اللي أكلت وراحت سنين بعنا وسنين يعني مش عم يعني ما فيهاش بركة ولا ثمر سنوات عقيمة غير مثمرة على كل الأصعدي اليوم أنا بدعوك أنه فعلا أنك التوب أمام الرب ما فيهش كلمة تانية أكيد أسيس ما فيه كلمة أنه عايزين نساير في الموضوع بكل بساطة التوبة المقرون بالإيمان في شخص المسيح اللي ارتبط فينا والتحد معنا من خلال هذا العهد المبارك من خلال سفك دمه من أجلك ومن أجلي أنا بصلي اليوم يكون يوم رجوع يوم عيد في حياتك يوم توبة ويوم قبول لشخص الرب يسوع إلى اللقاء والرب يبركك هل تشعر اليوم بالوحدة هل عندك مشكلة عائلية لربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادة شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور جميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع إنحاء العالم 1-905-335-1534 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا من أمريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من أستراليا 2-800-557-45 من فرنسا 176-641-295 من إنكلترا 203-002-5921 أو اتصل بنا مجانا على سكايب lfan.nore أو يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل www.lfan.com كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com لا تنسوا متابعتنا على صفحاتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم اشتركوا في القناة